دعني أقول بشكل واضح الشعب السوري يرفض رفع الحصار السياسي والعسكري والاقتصادي عن عصابة مجرمة وأنا لا أستطيع أن أخلط بين الحديث عن عصابة وبين الحديث عن شعب الشعب السوري من حقي أن يأكل وأن يشرب وكل شيء ولكن اللي بيعرف سوريا اليوم ضيفتك بتعرف تماما أن القائرة الشهر الماضي آلاف السوريين هربوا ونزحوا من مناطق النظام ومعظمهم من الصناعيين إلى مصر هربا من الجهنم التي يعيشون فيها في سوريا باع النظام المرافق والمعامل وكل شيء باع لإيران ولروسيا والكلام مكشوف ومعروف وليس سرا وبالتالي لا يوجد ما يمكن أن يقايد به النظام الآن حديث عن علاقات اقتصادية أي علاقات ماذا يملك النظام هل عنده زراعة؟ هل عنده صناعة؟ ما عنده إلا المخدرات وبالتالي لا تستطيع لا روسيا ولا إيران ولا العواصل العربية أن تعيد إنتاج ميت